يعني احنا مثل ما تفضلت تماماً أنا جاي عليها أنه في عنا صعوبات موضوعية ناشئة عن الحرب وتداعياتها نعم بات هذا الموضوع يعني معروف للجميع وهناك عوامل أيضاً ليست موضوعية كمان حتى نكون واقعيين يعني اليوم الواقع الإداري المترحل يساهم في تعميق هذه المشكلة الفساد يساهم في تعميق هذه المشكلة يعني عدم وجود الكوادر الكفوئة القادرة على إدارة المؤسسات كمان مشكلة وعدم وجود الكوادر الكفوئة في مفاصل القرار القادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب كمان هي مشكلة آليات المعالجة عندنا عما تضمن اجتهادات كثيرة أحياناً قد لا تكون علمية وقد يعني من البداية نستطيع أن نحكم أنها لا توصل إلى الهدف المنشود ومع ذلك أحياناً نستمر بها يعني في عوامل متشابكة يعني ما بدنا نرد كل شيء للأزمة لا في عوامل خلقة الأزمة ولا يستطيع أحد أن ينكرها وفي عوامل متصلة بالإدارة إدارة الاقتصاد الوطني ولا يعني إدارة معينة بمفردة وعن امتداد فترة الحارب ما هو تقييمكم لهذا الدور يعني الدور الحكومي في إدارة هذا الواقع المعيشي لا يعني لا يمكن ربط المسألة ألا أريد أن يقيم بشكل موضوعي ليس بالمستوى المطلوب وليس بالسوية المطلوبة قد يكون لأي مفصل حكومي قد يكون له مبررات للقرارات التي يتخذها لكن ولا نستطيع أن نزلهم مثلاً حكومي بفترة زمنية معينة المسألة يأتي التراكمية من بداية الأزمة يتعاقب أكثر من ثلاثة أو أربع حكومات نعم أنا أتحدث عن الفترات الأخيرة التي جاهدنا فيها قرارات كثيرة بما يخص المشاكل اليوم حتى يكون منصف يعني قلتلك العقبات الموضوعية هي ماسلة أمام الجميع ماسلة أمام الجميع والعقبات غير الموضوعية هي قائمة ولا يستطيع أحد أن ينكرها بالفعل هناك قرارات غير منطقية أحياناً ما بتوصل للهدف المنشود عم يكون فيه إصرار على بعض التوجهات التي لا تخدم للهدف يعني مسألة الرواتب والأجور بقيت لفترة طويلة دون مقاربة لذلك توسعت الفجوة كثير يعني مفهوم بالعالم أنه دائماً الزيادات على الرواتب والأجور بدا تحاكي معدلات تضخم اللي بتحدث بالمجتمع طبعاً إنه هذه المسألة مستحيل نقدر نحاكي فيها معدلات تضخم لأنه بلغ التضخم معدلات هائلة ونحن ما عم نطالب يعني حتى كعمال لدينا من القناعة ولدينا من الوعي والنضج ما يجعلنا لا نطالب بردم الفجوي دفع واحد نحن ما عم نطالب بتضييق هذه الفجوي أول بأول وحقيقةً في بعض الخطوات حتى لا أظلم يعني وأكون موضوعي يعني هناك بعض الخطوات المتمثلة في زيادات الرواتب والأجور اللي طرأي مثلاً صدر مرسوم كريم بدفع التعويضات على الراتب الحالي تساهم بتحسين مستوى الدخل بالنسبة للشق الإنتاجي مرسوم التحفيز الوظيفي اللي الآن في نهايات أقرار آلياته أيضاً سنتحدث بالتفصيل